لسانك هيا صوم أدبه فأحسن تأديبه عليه الصلاة والسلام كيف لا يكون المثال الذي يحتدى والذي اقتدى به عليه الصلاة والسلام وربنا سبحانه وتعالى يقول وإنك لعلى خلق عظيم يا الله ما معنى هذا الكلام تقول عائشة لما سئلت رضي الله عنها و أرضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن ما أجمل الإجابة وما أجمل الوصف انتهى كان خلقه القرآن لا يحتاج إلى مزيد بيان في ذلك كل ما في القرآن من أخلاق حسنة ومن أخلاق أمر بها الله سبحانه وتعالى ترضي ربنا سبحانه وتعالى إلا وقد اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع من شجاعة من كرم من أخلاق من حلم من صبر وغير ذلك من الأخلاق التي ذكرت لنا في السيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام هو إمام المتقين هو سيد الأنبياء ومع ذلك هو غاية في التواضع عليه الصلاة والسلام يأتيه رجل أعرابي فيقول أيكم محمد يأتي ببعيره ويربطه عند باب المسجد ثم يدقل أيكم محمد الله أكبر ما قال لا تقل محمد أنا رسول الله أنا نبي الله أبدا بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه ما يعرفه لم يتميز بكرسي أو يتميز بأرش أو يتميز بشيء من ذلك أبدا وإنما كان جالسا بين أصحابه لا يعرفه الغريب فقال أيكم محمد قالوا ذلك الرجل الأبيض المتكع فلما جاء قال أنت محمد قال نعم قال إني سائلك ومشدد عليك المسألة فلا تجد علي في نفسك يعني لا تغضب ولا تعتب علي فقال عيسى السلام سل ما بدلك يا الله قال أسألك بالذي أرسلك وأرسل من قبلك الله أرسلك فقال اللهم نعم ثم سألوا عن الصلاة وغيرها 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 حتى أجابه فقال إذن أنا رسولك إلى قوبي وهذا ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه فانظروا كيف يشدد عليه في المسألة ويستحلفه أمام الناس والنبي صابر متواضع لأجل أن يدعوه إلى الإسلام فصلى الله على سيد الأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كانت أخلاقه جميلة مع زوجاته عليه الصلاة والسلام مع أصحابه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى مع الناس مع حتى الحيوانات كانت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من أفزع هذه في أولادها ويأتيه البعير يبكي في عينيه دمعة تصب سبحان الله فيقول من أحزن هذا إنه يشتكي أنك تكده ولا تطعمه يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم كيف لا تهفو النفوس إلى سيد الأخلاق عليه الصلاة والسلام الذي ملكه الله إياها ورباه وأعطاه وفطره على هذه الأخلاق الجميلة اللهم صلى الله عليه وسلم عليه لم تشتكي النساء النبي عليه الصلاة والسلام منه قط إلا أنه كان فقيرا وهذا أمر من الله جل وعلا لا بحوله ولا بقوته وبالتالي فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يتنافسنا في خدمة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحق لهن هذا التنافس لأن النبي صلى الله عليه وسلم من رأى وجهه يرى قمرا ويرى بدرا ويرى انشراح الصدر عند المجالسة وعند الحديث معه صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يجنسون عنده فكان الرجل منهم قد ذهب ثم عاد فإذا هو حزين فقال عليه الصلاة والسلام ما لك يتفقد أصحابه وهذا من الأخلاق الحسنة تفقد الأصحاب فقال يا رسول الله إننا نكون عندك ونحب مجالستك ثم نذهب إلى الأهل فنشتاق إليك ونرجع لما تذكرت الآخرة فإنه يوم القيامة تكون مع الأنبياء والمرسلين ونحن أقل منك منزلة فلا نراك في الجنة يا رسول الله انظروا إلى التفكير تفكير الصحابة وعلو همتهم للآخرة يفكرون كيف يرون النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل وعلا آية يستبشر منها كل مؤمن ومؤمنة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنأم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن أردت مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم لتكن أخلاقك كأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في الحلم والتواضع والصبر والشجاءة والكرم وغير ذلك من الأخلاق التي ورثناها كابر عن كابر عن هذه الأمة قال عليه الصلاة والسلام إن أقربكم إلي منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا فكن حسن القلق حتى تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في منزلته أو قريبا منه عليه الصلاة والسلام الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قد تربوا على الأخلاق الجميلة كيف لا يتربون والوحي ينزل صباح مساء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بل كان المدرس والمعلم الأول هو محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين الإمام إمام المتقين كان بين أيديهم يتخلق بأخلاق القرآن يطبق القرآن بحذافيره لم يجدوا تناقضا في قوله وفعله أبدا وإنما ما يوافق عمله قوله فلذلك تربوا على هذه الأخلاق فكانت منهم الصفات الجميلة والأخلاق النبيلة التي سطرها لنا التاريخ بحمد الله تبارك وتعالى فإن تكلمنا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجدنا مدرسة من الشجاعة والحلم والتقوى وإن تكلمنا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه وجدنا مدرسة فيها فنون كثيرة من الأخلاق الإسلامية وعثمان صاحب الحياء والتي تستحي منه الملائكة لا إله لله الملائكة ملائكة الله تستحي من عثمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلي صاحب الشجاعة صاحب الكرم صاحب البأس صاحب الصبر رضي الله عن الجميع والأشر المبشرون بالجنة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا كل هؤلاء بفضل الله تبارك وتعالى تخرجوا من مدرسة النبوة من مدرسة الأخلاق من مدرسة المعلم الأول للأخلاق الذي قال الله وإنك لعلى خلق عظيم إذن ربنا سبحانه وتعالى أوجد هؤلاء الثل من الصحابة ليقتدي به الناس لا تقول لا أستطيع لا تقول هؤلاء رأوا أشياء أو مكنهم الله من أشياء كثيرة الآن ادعوا الله سبحانه وتعالى اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها فتكونوا بعون الله تبارك وتعالى كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قريبا منهم وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا لذلك كان علينا أن ندرس هذه السير وهذه الصور التي سطرت في الكتب ككتاب سير علم النبلة والإصابة في تمييز الصحابة وغير ذلك من الكتب التي تناولت سير الصحابة رضوان الله عليهم ستجد أن هذه الأمة في صدرها الأول لن تتكرر إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلا ووحدانيته وألوهيته أن يرزقني وإياكم الأخلاق الحسنة وأن يعطينا مما أعطى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبر واليقين والإخلاص وغير ذلك من الأمور التي ترضي الله سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا محمد